على الجانب الآخر أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على جثة مسعف إسرائيلي مفقود منذ 7 من أكتوبر في محيط غزة بعد الاعتقاد أنه من بين المحتجزين لدى حماس وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه تم التعرف على رفاة الرجل بعد العثور عليها في تجمع سكني مشيرا إلى أنه قتل خلال هجوم السابع من أكتوبر بعد تحقيق طويل في الطب الشرعي اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحامية شرطة الاحتلال الإسرائيلية وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى ضمن مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية وأدوا تقوصا تلمودية في باحاته وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى شكرا